لقاء مزمع بين قيادتي فتح وحماس في سياق جهود المصالحة الفلسطينية لن يعقد اللقاء في القاهرة أو الرياض أو أي عاصمة عربية أخرى فاللقاء هذه المرة سيعقد في موسكو فروسيا تبدو عائدة بخطوات ثابتة إلى سابق عهدها من التأثير في المنطقة وربما بصورة أكثر وضوحا منذ قبل مستثمرة حال الارتباك والتخبط الأمريكي متمثلة في الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا ومستثمرة كذلك تراجع الدور العربي الفاعل في أكثر القضايا العالقة سواء على المشرقي أو المغرب العربي وزارة الخارجية الروسية تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بين حركتي فتح وحماس في موسكو للإسهام في المصالحة بينهما بل ويؤكد ميخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الدعوة وجهت إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قبلها مرحبا بالجهود الروسية بينما أجرى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تناولت المصالحة الفلسطينية ورحب بدوره بكل جهد روسي في هذا الصدد غير أن لافروف آثر أن يبعث برسالة تطمين لمنافسه الأمريكي عبر تأكيده على أن تسوية الصراع في فلسطين غير ممكنة من دون الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها وبعيدا عن واشنطن المشغلة بتغريدات ترامب بشأن إيران والهجرة غير القانونية وأزماته الداخلية مع مسؤولي إدارته فإن دخول الروسي على خط المصالح بين فتح وحماس يمكن أن يوفر في رأي محللين فرصة جدية لتجاوز الخلافات خاصة أن موسكو تظهر الآن كلاعب رئيس في المنطقة ويمكنها أن تمثل ضامنا جديا لإنجاح أي اتفاق جديد فهل تنجح موسكو في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشهد المنطقة سيطرة روسية على الملفات الساخنة فيها الأيام الشهور المقبلة ربما تجيب على ذلك التساؤل موسيقى